بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء لي خيرا وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وأعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخزي ولا فاضه اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الموازين وحق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة آمين اللهم نجني من النار وارزقني مغفرة بالليل والنهار والمنزل الصالح من الجنة آمين اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وأن تدخلني الجنة آمنا اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي مالي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمتار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرك عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك اللهم إني أسألك غناي وغنا مولاي اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إني أستغفرك لذنبي وأستهديك لمراشد أمري وأستجيرك من شر نفسي وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي اللهم فاجعل رغبتي إليك واجعل غناي في صدري وبارك لي فيما رزقتني وتقبل مني إنك أنت ربي يا من أظهر الجميل وسطر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتق السطر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة ويا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله أن لا تشوي خلقي بالنار اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوى اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم ارزقني طيبا واستعملني طيبا اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك رب قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم خل لي واختر لي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي السدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغ نيتي ومسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم اجعلني نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في مخي ونورا في عظامي اللهم أعظمني نورا وأعطني نورا واجعلني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من أحصى كل شيء بعلمه سبحان ذي الفضل والطول سبحان ذي المن والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يغفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذن بالذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكنني رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي اللهم لك الحمدك الذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح اللهم اجعلني أعظم الشكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أكررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير الصؤول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا لكتابك اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك واخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت وجعل غنائي في نفسي اللهم التفبي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اعف عني فإنك عفو كريم جزاك الله خير for listening may Allah سبحانه وتعالى bless you and if you're finding this useful you know as they say do that like button and subscribe button and forward it on to others جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة